لمزيد من التفاصيل ينضم لنا من بلدة بيتا جنوب نابلس مراسل غاد خالد بدير خالد ماذا تعني الذكرى المئوية للهبة الشعبية هناك نعم بالفعل وائل نحن نتحدث عن مئة يوم ولم تكل سواعد الشبان هنا وسواعد حراس الجبل في بلدة بيتا من مقارعة الاحتلال الاسرائيلي رفضا للمخطط الاستيطاني على جبل صبيح الذي كان في بدء الامر نوال بؤرة استيطانية تحول لاحقا كما تشاهدون على قمة الجبل إلى معسكر استيطاني عسكري عفوا معسكر عسكري اسرائيلي على هذه القمة الآن نحن نتحدث عن مئة يوم والمواجهات لازالت متواصلة هذه المئة يوم عندما نتحدث عنها بلغة الارقام هنا في بلدة بيتا نتحدث عن أكثر من ثمانين ألف إطار تم إشعالهم في محيط البؤرة الاستيطانية والنقطة العسكرية التي تحولت لاحقا نتحدث عن أكثر من عشرين ألف مشعل تم إشعالهم من قبل لجنة حراس الجبل عن ثلاثة ألاف جهاز للليزر يتم استخدامه ضمن فعاليات الإرباك الليلي في لغة الأرقام هي الأخرى التي تتعلق في النواء الحاضنة وهي أهالي بلدة بيتا قدمت سبعة شهداء أربعة ألاف وخمسمائة جريح هناك سبعين حالة إعاقة جزئية وكاملة وشاملة هنا في بلدة بيتا عن سبعين حالة اعتقال هذا المشهد يتطور يوما بعد آخر في بلدة بيتا لمواصلة الانتزاع طبعا عملية الأراضي والسرقة التي حدثت في وضح النهار بالنسبة للأهالي الأمر سهل وبسيط جدا أنهم سيواصلون كل ما سيلزم من المقاومة الشعبية وتطوير أدواتها وتصعيدها وتوسيع رقعتها ميدانيا هنا إلى الجنوب من مدينة نابلس حتى إزالة البؤرة الاستيطانية والمعسكر الاحتلالي على قمة جبل الصبيح سيما وأن هذه الأراضي بما أقرته لجنة المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت أنها هي أراضي خاصة بملكية خاصة للفلسطينيين وأن ما حدث هو محاولة سرقة الآن تأخير عملية إزالة البؤرة ذلك أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة برئاسة نفتالي بينت لا تريد أن توضح الصور بالنسبة للمجموعات الاستيطانية بأنه تم إزالة الوحدات الاستيطانية وهذا بالتأكيد سيفقد الكثير لحكومة نفتالي بينت أمام هذا التعنط الإسرائيلي هناك مواصلة للفعاليات الشعبية اليوم هناك دعوة لإقامة صلاة الجمعة وخلال الساعات القادمة لربما ستشهد بالتأكيد اندلاع للمواجهات في أكثر من محور في محيط جبل صبيح حيث يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي رصاص التوتو المتفجر القنابل الغازية القنابل الصوتية يحاول دفع الشبان صباح هذا اليوم جرفات الاحتلال الإسرائيلي عملت على إغلاق المنطقة الشرقية بما تعرف بمنطقة الهوتي في محيط جبل صبيح بالسواتر الترابية لذلك طبعا لإعاقة وصول المركبات الفلسطينية أو حتى الفلسطينيين وبالتالي هناك ظروف معقدة يعمل بها الفلسطينيون ولجنة حراس الجبل في مقارعة الاحتلال لربما بعد ساعة من الآن تنتهي الصلاة وبعد ذلك سيتم الخروج باتجاه طبعا محيط جبل صبيح إلى أقرب نقطة حيث تتمركز قوات الاحتلال وجنود الاحتلال في محيط الجبل لمحاولة ردع وقمع الفلسطينيين شكرا جزيلا لك خالد بدين مراسل غد كنت معنا بلدة بيتا جنوب الأبلس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة